يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس الرعي الرسمي منتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم موبيليس معا نصنع المستقبل مشاهدين الأفضل المتابعي قناة الجزائر الدولية أينما كنتم أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من برنامج كان 24 الذي يأتيكم يوميا على قناة الجزائر الدولية بمناسبة الطبعة الرابعة والثلاثين من كأس الأمم الإفريقية الجارية بكوتيفور عدد سيكون خاصا بمباريات ربع النهائي بالإضافة إلى فقرة تحكمية وتعيينات ربع النهائي الخاصة بالكان في هذا الدور من المنافسة إضافة إلى ملف المنتخب المصري واعتذار الاتحاد المصري اتحاد الكرة هناك في مصر رسميا من الجماهير بعد المشاركة المخيبة في كان كوتيفور والأسماء المحتملة لخلافة هروي فيطوريا الذي قد يغادر المنتخب المصري كل هذا مع محللي قناة الجزائر الدولية كالعادة حكيم الدان أهلا بك مساء الخير خالد فوزي مسوني مساء النص السلام عليكم خالد إذن البداية مباشرة بجدوى المباريات ربع النهائي التي أسفرت عن أربع مواجهات مثيرة وواعدة الأولى ستجمع بين نيجيريا وأنغولا يوم الجمعة بحول الله إذن بداية من الساعة السادسة بتوقيت الجزائر إضافة إلى مواجهة أخرى متكافئة نسبيا بين الكونغو الديمقراطية وغينيا إذن التي تأهلت على حساب غينيا الاستوائية في دور الثمن النهائي إذن مشاهدين نتابع في هذا التقرير قراءة في هتين المواجهتين إذن مواجهتين يوم الجمعة ثم نعود للتحليل المفصل لهذه الموقعتين تقترب بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم نهايتها في طبعة مميزة خاصة من ناحية الأرقام ولا يزال التنافس الكروي المثير قائما بين ثمانية منتخبات من أجل تذاكر المربع الذهبي نيجيريا بثلاثة ألقاب قارية في رصيدها ومركز ثالث في نسخة 2019 مرورها للدور المقبل وضمان التواجد للمرة الثانية في نصف نهائي في آخر ثلاث نسخ مرهون بتجاوز المنتخب الأنغولي الطموح الوصول إلى هذه المحطة المتقدمة من الكان بتعادل أمام الجزائر وفوز على موريطانيا وبوركينفاسو وآخر على ناميبيا في ثم نهائي زاد من عزيمة أشبال مدربهم البرتغالي الذي يشرف على مختلف المنتخبات الأنغولية منذ 2018 منتخب الكونغو الديمقراطية الذي حل ثالثا في نسختي 1998 و2015 يعد أيضا من المنتخبات اللافتة للانتباه في هذه الطبعة إذ يعد المنتخب الوحيد الذي لم يحقق أي فوز في البطولة مكتفيا بأربعة تعادلات منتخب الفوهود ظهر تسعة عشرة مرة في بطولات أمم إفريقيا وضاق طعم التتويج باللقب عامي 1968 و1974 حلم التتويج بأول لقب في تاريخهم لم يفارق لاعبي المنتخب الغيني المتأهل لثم نهائي بين أفضل أربعة منتخبات بحصده أربع نقاط وسبق لمنتخبي غينيا والكونغو ديمقراطية أن تواجه في مناسبتين لحساب دور المجموعات في البطولة حيث تعادل في 1970 وفازت غينيا بهدفين لواحد في نسخة 2004 بتونس إذن وبنفس مضاعف ستدخل أول المنتخبات الأربع لقاعات دور ربع نهائي هوية الفائزين بأول تذكرتين إلى المرحلة المقبلة سترفع حتما من حم المواجهات المتبقية إذن البداية في ربع نهائي بمواجهة واعدة بين نيجيليا وونغولاف المدرسة البرتغالية حكيم حاضر بقوة في هذه المباراة بالطبع يعني حقيقة المدرسة البرتغالية حاضر في هذه المباراة لما نعرف أن الناخب الوطني نيجيلي هو بوزيرو هو من جنسية بورتغالية ومدرب أيضا المنتخب الأونغولا بيدرو كونسالس نظلم لمدرستين يعني كما نعرف بوزيرو اشتغل أيضا في سبورتينغ دي لسبون وأيضا بيدرو كونسالس من خارق من كان أيضا يعني مسؤول على الأكاديمية لمدة 15 سنة في نفس الفريق اللي هو سبورتينغ دي لسبون ولكن يعني المباراة تكون قوية على الورق كما يحب يقول فوزي دايما على الورق يعني فريق نيجيريا هو يعني مرشح يعني بش يجوز النفس النهائي ولكن لما نشوفه مشوار الفريق أنغولا نظر بلي لحد الآن رح قايم مشوار جد إيجابي ورح تكون عنده يعني فرصة نظر بلي فرصة بش يجوز النفس النهائي حاكم فوزي موسوني يرجح نيجيريا ليس فقط لتأهل وإنما لتتويج فوزي موسوني هي على الورق كما قال حاكم صح قلت أن على الورق نيجيريا أفضل من لونغولا ولكن لونغولا وش بينتنا حتى الآن تحرت مقابلة مليحة وتأهلت عن جدارة والمقابلة ستكون صعبة للمنتخبين ولكن أفضلية في القوة الجسمانية من جهة نيجيريا تقنيا كايين لعابين على الأطراف كما لقمان وموزاس يهاجموا ويدفعوا بكل أطوار المقابلة وانا وش في الربع مقابلات منح تصاعد المنتخب نيجيري أكثر من أنغولا ولكن مقابلة على كما قلت نهار غادا إن شاء الله تكون صعبة للمنتخبين من ناحية التاكتيكية كلا المنتخبين لعبوا بثلاثة مدفعين في المحور هل سيغير أحدهم من الطريقة تماشيا مع خطة المنافس أم أن كل منتخب سيواصل بنفس الطريقة التي بدأ فيها الكامل يعني نضرب لكل منتخب يلعب بالحاجة الكوية عنده لما نشوف كما قال فوزي الهجوم تع فريق نيجيريا نظن لقمان واسيمان يعني اللاعبين يعني اللهم ينشطوا في هذه الدورة نظن بالليل فريق نيجيريا ما رحش يغير من خطة لعبه أيضا يعني فريق أنغولا لما نشوف يعني البلوك ديفونسيف تع فريق أنغولا يعني ما لازمش تتمسوا خطر لو تمسوا تريبوا لهذا لازم نخلو يعني كل واحد في مضارة نامي بيا حاكيم العب بأربعة مدفعين يعني ربما لضعف نسبيا المنافس ليس مثل نيجيريا يعني 60 إكسبسيون نظن باللي كانت حالو ولكن في مقابلة على باله باللي مقابلة احتسمح له ليجوز للنص النيعي نظن باللي رح يدير ويخليه للافاصون خاصة وأن المنتخب الأنغولي فوزي ودافع جيدا نشاهدنا أمام المنتخب الجزائري أمام بوركي نفاصوي يدافع يعني عنده منظومة دفاعية قوية صح معاني نيجيريا ما هو شرح يبادر باش يصنع اللعب هو ما يصنعش اللعب يقعد في كتلة ويستنى المرتدات ولكن نيجيريا مطلوب بالاسم اللي عنده والكما يقول لك الخبرة اللي عندهم منتخب نيجيريا هم اللي يصنعوا اللعب ولكن بحادر كي ما تصنع اللعب ولا تقعد وراء تصنى المنتخب اللي جايك لازم تعرف لي ما لازمش تتلقى أهداف فوزي صح وهما فريق فريق أونغولا هذه يعني الخطة اللي تساعدهم يخلوك يعني جي هكذا باش يقدروا يكونتري صح في البداية كيف استعد المنتخبا لهذه الموقعة وكيف يستعد أيضا الشارع الإفواري لمواكبة المنافسة خاصة وأن المنتخب الإفواري والآخر معني بالمشاركة في هذا الدور فعلا مساء الخير أولا خالد لك ولحاكم الدين فوزي موسوني ولكل مشاهدي قناة الجزائر الدولية إذن أقل من 24 ساعة تفصلنا عن انطلاق الدور ربع النهائي والذي سينطلق بمباراة قوية بين منتخب نيجيريا وأنغولا التي ستقام بملعب فليكس بواني بالعاصمة الاقتصادية أبي جون ثم بعد ذلك مباراة أخرى بين غينيا والكونغو الديمقراطية اليوم وخلال الندوة الصحفية التي تسبق لقاء نبدأ الحديث عن ما قاله مدرب المنتخب نيجيري أحد أبرز المرشحين لتتويج بهذا اللقب بيزيرو قال أنه يعيد في كل مرة في كل مؤتمر صحفي يؤكد أنه أتى إلى كوديفوار من أجل نيل اللقب والوصول إلى المشهد الختامي وحذر أيضا من الهجوم القوي للمنتخب الأنغولي الذي سجل تسعة أهداف من بين أحسن خطوط هجوم المنتخبات هنا في كان كوديفوار بالمقابل المنتخب الأنغولي ومدربه قال أنه قبل تربص أو التربص الذي يسبق النسخة الرابعة وثلاثين من الانكان قال أنه اجتمع مع اللاعبين وحدد هدف البلوغ ثمن النهائي قال أنه الهدف قبل هذه الدورة كان الوصول إلى ثمن النهائي لكن قال اليوم نحن في الربع النهائي ولما لا لا نفوز على متخب نيجيريا قدمنا أداء جيد ورائع في دور المجموعات ثم نفوزنا بثلاثية في ثمن النهائي لما لا نفوز على متخب نيجيريا صحيح أنه مرشح فوق العادة للفوز لكن طموح مشروع لهذا المنتخب الذي كما قلت سجل تسعة أهداف في المقابل المباراة الثانية التي كما سبق ذكره تجمع منتخب غينيا أمام الكونغو الكونغو لا يمكن ربما أو المستوى المتقرب بينهما لا يمكن ربما التكهن بالفائز بهذه المباراة لكن الأكيد أن المنتخب الكونغولي سيحاول على الأقل تحقيق الفوز لأنه فشل في الفوز والانتصار خلال أربع مباراة أربع تعادلات هو الآن في الربع النهائي بالمقابل المنتخب غينيا الذي فاز على غينيا الاستوائية في الضور ثمن النهائي هو الآخر يطمح إلى التأهل إلى الضور النصف النهائي بوجود العديد من الأسماء المتعلقة في سماء الكرة الأوروبية على غرار المتعلق نبي كيطا متعلق مع بيردر بريمن والذي كان ينشط في نهادي ليفر بول وهدف شتوتغارت الغيني اللاعب الدولي الغيني فعلا كريم أكيد نتوقع مواجهة متكافئة كما ذكرت إذن الزميل كريم بالعربي كنت معنا من أبي جون في كود ديفوار شكرا على كل هذه المعلومات شكرا لبسا نتابع إذن مشاهدين التصريحات مدربي منتخبي نيجيريا وانغولا قبل هذه الموقع المرتقبة ثم نعود للنقاش حول هذه المواجهة منتخبات عديدة ستضع كل إمكانياتها للعب ورقة التأهل الكل سيضح من أجل بلوغ الأدوار المقبلة سنواجه منتخبا كبيرا لا أقول اسما كبيرا بل منتخبا كبيرا وسنحاول التأهل إلى نصف نهائي سنلعب مباراة ربع نهائي وهذا مهم بالنسبة لنا ولكل الشعب الانغولي الذي انتظر طويلا لرؤية هذا المنتخب في هذا الدور سنلعب أمام أحد المرشحين للتتوجي بلكان لكن المباراة تعتبرها مثل بقية المباريات التي لعبناها وتحضيراتنا كانت عادية سنقدم كل ما لدينا أمام نيجيريا نحن نؤمن بقدرتنا على الفوز والتأهل لنصف نهائي نيجيريا لا يعترف بشيء اسمه الضغط يعني يقول لك سنلعب من أجل التتوج مباشرة ويشب منتخب ديالوره في منحة تصاعد وأظن بالمنتخب نيجيريا كي لعب المقابلة التانية وربح ضد الكود ديفوار والجماهير ديالو ولعب مقابلة جميلة يقول لك وعلاش لا لا نلعب مع ضدها كي ما يقول لك أي منتخب لازم نفوز عليه فزيضا على الكاميرو نفوز شوف في كورة القادم كي تحب تفوز ببطولة تلعب مع أي منتخب يكون خير منك ولا تحتك لازم تربح هذه هي السياسة تحت كورة القادم مجميع بطولة تحب تربحها لازم تكون عندك تيقة ماشي كي ما يقول لك زائدة بزاف بالصح تكون عندك تيقة باش المجموعات تقدر تتجاوز الضغوطات بتاع ديك المقابلة حاكم كيف تتوقع سيناريو المباراة بين منتخبين يدافعا بشكل جيد ولو أنا منتخب أنغولا يعني سجل كثير من الأهداف من خلال مرتدات فعال بهذه الغطة لهذا وش تكلمنا مقابلات يعني راح نشوفه يعني دو ستيل ديفيران يعني فريق نيجيريا اللي يلعب أكثر يعني للهجوم وفريق أونغولا اللي كي ما قلنا احنا المندرسة البرتغالية يعني يقعد يقعد يسننا يلعي بون أسيس ديفونسيف ويسننا يعني يسننا يعني يسننا المرتدات باش يشجل وشف نعب اللي يشجل عدة أهداف ونظر بلح تكون مقابلة بين المنتخبين يعني اللي عندهم دو جو ديفيران يعني مقابلة صعبة للفريق يعني هناك مباراة أخرى بين غينيا ومنتخب الكونغو الديمقراطية منتخب الكونغو الذي لا يفوز يعني أربع تعادلات في هذه المنافسة ما منتخب غيني قوي ديفيران نعاود برك أن نقول للحاكيم كان يرشع غينيا الاسلوائي لا لا كي هدر على المدرسة البرتغالية المدرسة البرتغالية كان منتخب في فرق يلعبوا وراء ويستناه ويلعبوا لهجومات المرتدة وكي هو يبني الله صحيح وكي ما يقول لك المدربين اللي رأوا في العالم اليوم قعمل بركغال قعم أسامي كبار مدرسة البرتغال حاضرة بقوة في القانة أيضا تكوي أنه في البرتغال رأوا يجي وراء فرنسا وحاكيم يعرف جيد أن البطولة البرتغالية بحكم احترافة هناك لا فوزي يشوف لماذا قلت لك أنا المدرسة البرتغالية لأنه ست مدرسة كي ما قلت أنت صح هما لا برمير اوبشان وشنو يعرفوا يديروا la conservation du bar يعني عندهم من bonacis ومعد يمشيوا يعني ما ستبقى يقعدوا اللور يبدوا غير يطولوا يطولوا يخرجوا بها بصح حاجة اللولة ما يأخذوش ينكس بها دبيت ما يأخذوش يعني ما يسجلوش بحذر هذا هي اللي تكلمنا عليها لا على حسب المستويات تعلق اللاعبين حاكم كنتشوف لانغولا مدرب بورتغالي وكنتشوف نيجيريا مدرب بورتغالي بصح الإمكانيات في اللاعبين تعلق نيجيريا وكما قوة ديالهم وتعلق نيجيريا مشي نفس المواصفات اللي رايحين يمارسو كما رفض فوزي وكل مدرب يتعامل على حسب التعداد اللي عنده التعداد اللي عنده كما فوزيرون قبل ما يجي فوزي لازم تكون على باك قبل ما يجي لنيجيريا كان ناخب وطني في فينزويلا كان في أمريكا الجنوب مقبل كان أدرب عدة فرق عدة نوادي كبيرة في البرتغال كان مساعد كارلوش كيروس في الريال مادرين يعني ما هوش وكان لعب خديم فوزي لعب بزاف لعب الاجوي في بورتو ولعب في عدة نوادي برتغالية ودرب فرق يعني كبيرة في البرتغالية ولهذا نشاهد منتخب نيجيري قوي من النحية التكتيكية نعود إلى مباراة الكونغو وغينيا الكونغو الديمقراطية قلنا أنه منتخب لا يفوز هل يمكن أن يتواصل هذا السيناريو إلى غاية سموها ملك تعادلات ملك تعادلات كما قال الزاميل كريم اللي نسلم عليه قال لك بللي بربعة تاوت ولا تراهوا في الربعة اللي أعيي يقدر خامس تعادل ويروح دربة الجزاء ويفوت النسف المنتخب المصري في الدورة السابقة نفس السيناريو في كل مرة يتعادل وعادنا خمسين خمسين المنتخبين ما تقدرش تحكم عليهم كي ما تقدر غينيا تفوز تقدر كونغو متكافح صح يعني فرق متكافحة ولكن يعني الشيء الإيجابي هو لما يعني نعود في النسخة هذه الأخال نظن باللي البلوك يعني الكتلة دفاعية اللي عنده فريق بكتلة دفاعية نظن هذك هم المنتخبات اللي راحوا أكيد مقولة شهيرة لليبي المدرب الإيطالي قالك لما يكون عندك هجوم قوي تفوز بالمباريات ولكن الدفاع القوي يجيب لك الألقاب الألقاب دفاع القوي وحارس يكون في المستوى ولو أنه حارس الكونغو يعني لم يصد أي ضربة جزا حتى رمية أبو جبل سجل ولكن لم يصد لا كان عنده الحظ أكيد ضربات الحظ إذن في تلك المواجهة التي سمحت لمنتخب الكونغو بالعبور إلى ربع نهائي وملاقات غينيا التي تأهلت كما قلنا على حساب غينيا الاستيوائية لبسنا نتوقف عند تصريح مدربي المنتخبين نحن في منافسة قوية يجب أن نكون محافزين لم يعد يفصلون عن النهائي إلا مبارتان خطوتان أعتبرهما من أصعب المحطات سنواجه المنتخب الغني الذي يؤكد أنه قوي جدا منتخب منظم جدا ويطبق كرة قدم راقية وبالحديث عن منتخب الكونغو الديمقراطية لا يمكن أن نصحح أخطاءنا بطريقة تلقائية ليس هناك لمسة سحرية لتحقيق ذلك نلزمنا مثل هذه المباريات والمنافسات التي نخوضها أعلم أنها ستجعلنا أقوى الأمور ستصبح أكثر تعقيدا المباريات المتبقية قوية جدا يجب أن نكون فعالين أكثر لا يمكن أن ننتظر هدفا وحيدا من ثلاثين أو أربع فرص فقط سنلعب ربعا نهائي بروح عالية هجوميا ودفاعيا لكن على العموم أعلم أن التاهل ليس سهلا والأهم من كل شيء هو التركيز وأن نكون أكثر فعالية إذن تصريحات المدربين تؤكد بأن المباراة ستكون صعبة في هذا الدور من المنافسة الخطأ غير مسموح قال مدربة غينيا قال لك المقابلات من ربعا نهائي وروح قاع مقابلات صعبة لازم تجسد الفرص اللي يجيوك باش تسجلهم ولما تسجل يقدر يسجل عليك واليوم مقابلات اللي قاعدوا ما تسجل يسجلوا عليك وتقدر تقصى من المنافسة وخاصة لما يخص المنتخبات مثل غينيا وكونغولي ماشي متعودناش نشوفوهم في هذه الأدوار نضرب اللي شوفنا 8 منتخبات اللي تأهلوا للربع النهائي يعني في النسخة في النسخة الماضية ما كان هولا واحد افتحت لقاوس لبس نشاهد في هذه الصورة مشاهدين يعني الاختلاف بين ربع نهائي كان الكاميرون وكان كوديفور يعني اختلاف كل مئة بالمئة ثمانية منتخبات مختلفة تغيرت في انتظار الصورة طبعا حكيم نشاهد الاختلاف يعني ثمانية منتخبات تغيرت الأمر مفارقة لا يحدث هذا في كأس العالم وفي كأس أوروبا وفي كوبا أمريكا أو في كأس يعني غريبة كورة القدم هنا تشوف تطور الكورة الافريقية بعض المنتخبات اللي راي تعمل وراه يتطور في نفسها واتقار هكذا تزيد تكبر في المنتخبات هذه وهذه هي كورة القدم صح قاره فوق الميدان مراهوش كلام كما قال فوزي قلت كلمة يعني مهمة هذه هي كورة القدم خالد يعني الآن نحن يعني نقدر نفتحه قوس أيضا يعني تقدر تنهازم شفنا فريق مصر ولا الجزائر ولا تونس ولا المغرب يعني هذه مباراة هذه دورة يعني فيه واحد فايز واحد ينهازم ما لازمش نعطونا حجم يعني لازمش نحجموها يعني باش تولي تولي أشياء يعني كبيرة ولكن حاكم هذا الاختلاف عنده دلالات يعني لا دلالات هو يعني وقال لك فوزي يعني المنتخب يخدموا لما نشوفه يعني نعطيك مثل صغير يعني فريق منتخب موريطانيا لأول مرة يجوز فيها الدول الأول أنا نقدر نقول لك مننا خمس سنين فريق منتخب موريطانيا رح نسمعوا به ويرح يدين أشياء لأنهم الناس يخدموا يعني ما كانش لك الفرق بكري تلعب هناك تلاقوه في الشارع بعض الناس يسقسونه رح يربحوا تروازير وبحوكاتاز وهذه لازم ننساوه هذه الأشياء مش كما بكري تلعب ضد يعني بلد تقولها وهذا المنتخب سهل حاكم لو سمحت ولكن مثلا في أوروبا الناس أيضا تعمل ولكن في ربع نهائي كأس أوروبا ده جد دائما تقريبا ألمانيا فرنسا إيطال يعني هناك خارطة كوروية مستقرة ولكن في إفريقيا تغيروا كل الفرق هذا الأمر يعني غريب كلهم معلش تكون هناك مفاجئة ربما تلاق أكيد ولكن أن يتغير كل مشارك مش نفس الشيء خالد مش نفس الشيء كين كما يقول لك كين طريقة كما يقول لك طريقة العمل كما يقول لك اللاعبين ما يتغيروش والمدربين ما يتغيروش والفيدرالية ما تغيرش كين بزاف النظام اللي احنا في إفريقيا الخلال اللي كنت توجور كما يكونوش لليزيطاء كل شي يتغير هذا الحاجة اللي مشي نفس الشيء هكيم توقع لهذه الموجة يعني قراءتك الفنية لمباراة غينية والكونكوديم لا نظن بالمقابلة متكافية يعني بين المنتخبين يعني سيناريو تعادل خامس ممكن 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 خالد ممكن يعني يكون فيه تعادل وكما قال كفوزيو يمشيوا دربة الجزاء ولكن نقدر نقول يعني الشخصيين نقدر نمنحها يعني شوية لكونكو توقعات حكيم لحد الأنفوز يعني في محلها ما عدا ربما غينية توقعات غينية جبناهم غينية ما تنساش بالليت أهلت في الدقيقة الأخيرة والاخرين ضيعوا درب الجزاء فين يستيوى ايام الحظ يكون في الدلالة بس نتحدث ايضا عن مواجهات سبت كوديفوار مالي ربما هي قيمة هذا الدور هذه هي المقابلة اللي أنا نسنوها لتقدر تكون فخ للمنتخب الافواري لو كان ما يكونش في نفس المستوى كما المقابلة اللعبها مع السينيغال رغم أنا بالنسبة ليا رغم أنا بالنسبة ليا السينيغال هم اللي ضيعوا التأهل من بداية اللقاء كانوا قادرين يقتلوا اللقاء وفي قارة القادم يقول لك يقولونا دايما كي تكون فايز بواحد صفر لازم تقتل المقابلة ما تقتلش المقابلة بالهدف الثاني ولا الثالث يعود لك للمنافس حكي منتخب مالي ربما أمان فرصة كبيرة جدا لليل اللقب في ظل خروج الفرق المرشحة على الورق كما يقول فوزي مسوني ولكن سيواجه منتخب افواري عائد من بعيد بعد كل ما عاشه في الدور الأول خالد في الكرة لما نشوفه احنا ناملوا بزا بالحد لما نشوفه فريق كوديفور كيفاش أرجع كان في الانعاش يعني كل الناس خسروا تخسر في بلادك ربعة صفر في المباراة التالتة والمدرب يقال ويعني تكون صدمة كبيرة في البالد ثم جيهم يعني فرصة مشيتش منين خرجت الفرصة هذه فريق كوديفور يعاود يتأهل للدور ثمن النهائي يفوز على المرشح الأول هو السينغان يعني نضرب لحد الآن ما نضرب حاجة تقدر تصرى لكوديفور هناك ما يقولوا أصعب يعني جوزه أصعب جوزه لهذا يلعب فريق مالي لحد الآن ليعطى صورة يعني صورة كبيرة في هذه الدورة ولكن أنا توقعاتي نضرب لفريق كوديفور رح يجوز الدور النصف نهائي وأنا توقعاتي يقدر مالي يقدر يعمل مفاجأة لو نشوفه كوديفور ما يكونش هل يكون فوز مالي على كوديفور مكان ما يكونش كوديفور بنفس التركيز كما المقابلات على السينغال ويكونوا أخطاء في رأيك هل سيكون بنفس التركيز يعني كما قلحة كما عندوش وشي قسل منتخب أنا نقول لك بالمقابلات تكون صعيبة منتخب مالي منتخب محترم رابح أربعة مقابلات وراه عنده تيقى وهو يلعب كرة مضيفة صحيح عنده وثني فوزي أنا قلت لك كوديفور ولا يعني من البير تحفل البير أو درجع أو درجع منتنون راح في الفايدة وما نضمش ما نضمش يعني راح يخلوا الفرصة هذه اللي رحت لهم اللي عندهم يعني المنتخبات الكبار اللي يقولوا زعمة كبار عليهم اللي أقسي يعني قع راحوا قع راحوا في الضغر اللي فات نضلب اللي كوديفور عندهم يعني فرصة كبيرة باش يروحوا راني موفقك ولكن عامل شوف عامل الجمهور راح يساعد كوديفور ولكن اللعب اللعب كوديفور وكان ما يتحسنش وما يكونش هو اللي يسيطر على المقابل تخدر في كل مشكلة ولكن نعطيك رأي فقط ولكن أمام المنتخب السينيغالي المنتخب الإفواري كان جيد يعني حتى هو الإصلاع إلا خالد شوف ثلاثين دقيقة فوزي كان عنده حق ثلاثين دقيقة لولى يعني ثلاثين دقيقة ثلاثين دقيقة لولى كان السينيغال كان قادر يقتل المقابل ولو أنه صديو مالي كان يستحق الخروج بالحسح بطاقة الحمراء منذ البداية كنت نتحدث عن هذه النقطة مع الخبير التحكيمي محمد صلاح عبد الفتاح بعد قليل ولكن قبل أن نتوقف أيضا عن مواجهة الكورة الجميلة نسميها يعني بين جنوب إفريقيا وجزر رأس الأخطر نظن يعني هذي الفريقين يعني اللي يعطاو حلوة لهذا الكاسي الفريقي يعني كورة جميلة جدا نعم كورة جميلة جدا يعني شفنا فريق جنوب إفريقيا كيفش يلعب الكورة اللاعبين تاع سانداوس سانداوس يعني لما نشوف فريق عنده تم لاعبين أساسيين تاع سانداوس نظن بالليه فريق أو فائدة هو تانية فائدة لأن لما تشوف من اللعبه فريق جنوب إفريقيا تحس بالليه هذا الفريق موال فيه لعبه موال فيه يعطيه هناك عمل هناك عمل يعني باين وفريق كوب فير أيضا يعني أيضا يعني المدرسة مدرسة بورتغالية نظن بالليه حظرة بقوة حاكم بقوة في هذه الدورة نظن بالليه رح تكون يعني نظن بالليه رح تكون مقابلة يعني في المستوى العالي خاصة فرنيا حاكم فوزي كيف تتصور نفس الشي أنا هدرت عن رأس الأخضر دي قلت باللي عنده عشر سنوات من اللي هو ويتقلق من بطولة لبطولة كل ما يشارك كل ما يشارك يكون في المستوى رغم في الوديات وتصفيات خسر بعض المقابلات سحكي تشوف في الوجه المشرف اللي رو يقوم بها البطولة منتخب محترم والجنوب أفريقيا نفس الشي منتخب محترم رغم الشبان دياله ورغم عنده تسعة أو عشر لعبين من نفس الفريق سندهوس أظن باللي هذا يساعد على الانسجام يساعد بالطبع يساعد وهذا اللعابين هم يلعبوا دائما مع بعض في دوري أبطال دوري أبطال أفريقيا يلعبوا المتوجه أيضا بالسوبرليج الاخريقية في أول نسخة واليوم ورحوا ورحوا فازوا كما يقول لك فازوا الله أعلم تعدلوا مع الوداد وفازوا على الوداد بصح هذا اللعابين اللعبوا كل سنة بطولة إفريقيا وهذه الخبرات جاءتهم غير مع هذه المنافسة وبينونا مع منتخب أفضل منهم وخرجوها بالأداء والنتيجة بالأداء والنتيجة وشفت اللعب اللعب كيفاش باش شوف باللي الناس ما عندهم يقولون مرقب نقص نتمنى مستوى أفضل خلال هذا الدور وليكون المستوى أحسن لابد أن يكون أيضا التحكيم في المستوى لبس أن نتوقف عند تعيينات الخاصة بهذا الدور يعني تعيينات الحكام المعنيين بإدارة مواجهات ربع نهائي الكان مع الخبير التحكيمي المصري محمد صلاح عبد الفتاح محمد صلاح إذن مساء النور أهلا بك مساء النور خالد مساء النور على البيفق وعلى شعب أهلا بك سيدي إذن محمد صلاح إذن نبدأ مع تعيينات رأيك في التعيينات التي تمت لمباريات ربع نهائي بالقياس مع ما قدمه الحكام سواء في الدور الأول أو في مواجهات ثمن النهائي التي شهدت بعض الأخطاء مرة أخرى للأسف خاصة مباراة السينيجال وكوتيفوار مرحباة عجيب مرحباة سنعرف مرحباة خطاء خلينا نفتعرض مع بعض تعينات الحكام في يوم الجمعة أو السبت نجري أنه نقول الحكام عيسى فيه يكون مرحباة هيكون فيها طاق جزائري بقيادة مصطفى غربان مالي وكوتيفوار هيكون فيها الحكام المصري محمد عادم ومرحباة أو رساله سنعرف مرحباة هما ظهروا بشكل جيد جدا منذ بدائك البطولة ونصب أحقوا أنهم يتواجدوا في الدور ربع النهائي وأنا شايف أن التعينات في الدور ربع النهائي يعني ملتقية ولكن ما كانش فيك مقيد في دور الستاشر في بعض مقرار بعض الأسماء اللي ما كانوش موفقين في دور المجموعة لكن أعتقد أن الحكام كاف ظهروا بشكل جيد ونتمنى تكون الأربع مقرار يعني يكون التحكيم فيها عليك طولة أموال طيب محمد صلاح عبد الفتاح إذا نتحدث عن أبرز المرشحين لإدارة المباراة النهائية هناك ترقب كبير يسود خاصة هنا في الجزائر أيضا نتوقع ونترقب ونتمنى أن يكون مصطفى غربال الحكم الجزائري في المباراة النهائية كيف تتوقع أن تكون حضوظ غربال في هذا الهدف يعني نقوله مشروع بالنظر لما قدمه طيلة هذه الدورة أنا أطفق معك طبعا يقول مصطفى غربال في الدورة النهائية لا يبنعه إطلاقا من نوع يكون يتوجه في المباراة النهائية وكمان خروج المنتخابات العربية أو خروج المنتخابات الشمال الأفريق سيساعد على ما في تنافس شديد جدا ما بين حكام شمال الأفريق أنهم هيتوجه في المباراة النهائية ولكن طبعا مع المردود الذي نرى مع الحكام الأخرون ظهر مستويات متواضعة في النهائية أعتقد أنها مصطفى حيناء فكرة كان طبعا يتمللوا التوفيق في مباراة بره وغني ومحمد عزي التوفيق في مباراة نالي كدو مباراة مهمة جدا يعني أنا سعيد إحنا فيه من حكام عرب موجودين في الدوروب النهائي وكمان فيه محمود عشور في مباراة دنوب أفريقيا ورسل أغدر كحكام بار فالتواجد شايفه مغشر بخير أن يبقى فيه حكم عربي في نهائي أفريقيا بإتمنى التوفيق مصطفى غربال وتقيمه ومحمد عادل وتقيمه أعتقد التلف سيكون شديد جدا على المباراة النهائية إذن الخبير التحكيمي المصري محمد صلاح عبد الفتاح شكرا لك كنت معنا من القاهرة العاصمة المصرية شكرا جزيلا لك نبقى مع مصر في السياق متواصل نتحدث عن قضية اعتذار الاتحاد المصري لكرة القدم من الجماهير بعد المشاركة المخيبة في تلك الدورة في دورة كوديفوار يعني بعد الإقصاء من ثم نهائي المنافسة القرية على يد الكونغو ديمقراطية اتحاد الكرة في مصر قدم اعتذارات رسمية عبر بيان صدر بالأمس كما نشاهد في هذه الصورة اعتذارات صريحة وتأكيد على أن الاتحاد سياتخذ بعض القرارات تلهم يوم الأحد المقبل على هامش الاجتماع الذي سيعقده المكتب مكتب اتحاد الكرة بمصر لاتخاذ بعض القرارات كما قلنا أبرزها مستقبل روي فيتوريا مع المنتخب المصري فوزي موسوني في رأيك بداية كيف تقرأ هذه الخطوة يعني اتحاد الكرة يعتذر من الجماهير هل هي خطوة لامتصاص هذا بالشارع المصري أم أن هناك دلالات أخرى من هذه الخطوة كما يقول لك كل البنب لكي يكونوا اعتدارات هي خاصة تروح للجماهير نعتدر على المردود التي قدمناها هي الشبين ولكن مصر لازم يعود يشوف الأوراق ديالهم فيدرالية المصرية خطر كما يقول لك ماشيين مولفى مصر ملفتنا الجوز كما يقول لك البطولة كما هاد المرة هدي والشعب كان غاضب كان غاضب والمحلينين والصحفيين واللعيبين قدما كانوا لكل ماشيين في نفس الناجوين كانوا غاضبين بزاف على المنتخب تحهم وهذا حق هذا حق كل بلد شعب ولا محللين ولا صحفيين ولا منتقدين اليوم بش يهدروا وأظن باللي هدرت المدرب فيتوريا أظن باللي ما وش رح يريح في المنتخب ويشوفوا خلافته سنتحدث عن الأسماء المرشحة لخلافة فيتوريا في حالة رحيلة حكيم كيف تعليق على هذا البين لا نظن باللي كانت خيبة كبيرة يعني نقدر نقوله للشعب المصري لأننا تعرف يعني أهمية الكرة في مصر يعني المصريين يحبوا الكرة ويحبوا المنتخب بتاحهم ولكن خالب لما نشوفه المرضود تعالفاريق والمقابلات اللي لعبها في دور المجموعات نظن باللي منتخب لمفاز ولا بمقابلة ولم ينهزم أيضا حاكم ولم ينهزم أيضا نعني جايك يعني ولم ينهزم وكين تاني حاجة حاجة يعني لا تشاطروني فيها لما نشوف يعني مبارتين وين يتعادلوا بثنين يعني الثنين ثنين نظن باللي منتخب اللي تلقى عدة أهداف و تلقى يعني أربع نظن أكثر من أربع أهداف وستجل ستة في الدور الأول وستجل ستة نظن باللي منتخب يعني اللي يحب يؤدي دورة كبيرة ما يقدرش يتلقى يتلقى الأهداف اللي يتلقاوها يعني ما يتقدرش تيونك سيبوت يعني في دور المجموعات لهذا نظن باللي الجامعة الفيدرالية الاتحاد المصري يعني شاف يعني غضب الجمهور لهذا اللي تقدم باعتدار اعتدار الجماهير وأيضا نقدر نقول تاني كان فيه هناك يعني بعض الأشياء يعني جزئيات اللي شفناها يعني يصابت صلاح يعني لح تقولوا لي تاني ما أداش دورة كبيرة يعني ولكن وجود صلاح أشهدنا نفس الأداء حاكم بصلاح أو بدون صلاح يعني يعني كان بعض الناس يقول لك بدون صلاح أحسن نسبيا ولكن هذا رأيي خالد أنا نضرب لي وجود صلاح كان يقدر يزيد يعطي إضافة للمنتخب المصري في هذا حسنا في المباريات الحسنة الإشكال في المنتخب المصري الهجوم كان يسجل بدون صلاح الهجوم كان يسجل ولكن دفاعيا ما كانش مليح المنتخب المصري ولا بطولة كان أضعف كما في هذه البطولة هذه البطولة تلقى ست أهداف صح سجل ستة بالصح تلقى ست أهداف والمنتخب المصري كي يكون في أحسن حالاته ما يتلقى دفاعيا قوي نعم دفاعيا قوي وكل عندهم مجموعة متكافأة بالصح هذه المرة هذه الدفاع هو كان الخالد لدى المنتخب وحاكيم يعلق أيضا على أداء الحارس نظن أنا مش فيناش يعني ما كانش شناوي أيضا وطيق حتى أبو جبل لم يكن فيه كي ما يكونش عندك دفاع قوي الحارس يقول لي عنده بعض شكوك والشناوي عنده خبرة كبيرة في المنتخب يعني واللي فينا يتحمل بعض المسؤولية فوزي في بعض الأدف خالد يعني لا لما تقولها كاما شي ما هو شي انتقاد لها لأنه حارس عنده وزنه في الفريق عنده وزن في الفريق ما شفناش الشناوي حاسم يعني ما كانش لما يكون عندك حارس فوزي على بال وشناوي وراه بطل إفريقيا كل سنة كل سنة سنتين انا هو بطل إفريقي حاكيم حتى البديل أبو جبل يعني لم يكن موفق نعرفه اختصاصي في ضربات الترجيح ولكن يرتمي سبع مرات في نفس الجهة يعني في مصر صاري لقبو بأبو يمين وليس لا قالت في هذا ضربات الجزاء سعيمة ثانية حكيم أنت تعرف كورا أكيد ولعبت ضربات ترجيح فوزي أيضا من الغريب أن الحارس يروح في نفس الجهة الحارس مليح باش يحكم الكورا ولكن باش يسددها كين لا حتى في التصدي فوزي ما كانش موفق يعني ثمان مرات في نفس الجهة أمر غريب بصحة ضربة أخيرة يقول كم سبع ثمان مرات في جهة وعدها ما جاتل شي مخبوز يعني غير اعتياد الحارسين الحارسين ما كانوش يجب دون ضربات للجهة ولكن الحارس الحارس تح لا نظر بالليش شناوي حقيقة انخالد في هذه الدورة ما حسينش ما حسينش يعني حارس بالثقة حارس بالخبرة تحو ما شفناهاش في هذه الدورة يعني ما نقدرش نقول لك عن الأسباب ولكن مشيش شناوي ليعودنا نشوفه مع النادي ديالو طيب أسباب خروج ما صرفي فوزي حاكيم يعني هل المدرب فعلا يتحمل كل المسؤولية في رأيك يعني في مصر يعطونا الانتباع في مصر أن السبب الرئيسي هو روي فيتوريا ودائما نعرف أن المدرب يتحمل المسؤولية الأكبر في مثلها نقدر نقول موظف لعابين على حساب كما يقول لك القيمة على المنتخب المصري وكانوا لعبين مصابين 2 أو 3 كانوا مصابين وزيد شناوي إذا تخرج بإصابة نقوله نقدره نقوله بالمدرب غالط والكين لعابين اللي جزوا كما يقول لك فاتوا على كما يقول لك ما داروا ولو مروا جانبا مروا جانبا وأظن بالكل كان يتحمل المسؤولية المدرب واللعبين المدرب خالد لما نتكلمه على روي فيتوريا برتغالي أيضا طعف تاريخيا تاريخيا المصريين يعشقوا في المدربين البرتغاليين يعني كارلوش كيروش نيلو فينغادا يعني نظن باللي عدة عدة مدربين دربوا في يعني في المنتخب المصري ونظن باللي كارلوش كيروش يعني بعد النسخة الماضية اللي كانت في الكامرون وإن الفريق المنتخب المصري انهازم في الدور النهائي نظن المصريين كانوا يتمنوا أحسن في هذا النسخة وللأسف يعني هذا الغضب لهذا اللي يرجعوه على كلهم يعني يرجعوه على روي فيتوريا صح كان شي تانيت مهم يا حاكم اليوم المنتخب المصري ما قدمش أداء اللي كانوا قعي سنو منه كمان ما ننساوش لازم نحضروا الواقع كمان منتخب دينا شكون لي كان اليوم يقول باللي المنتخب الجزائري ما يديرش بطولة مليحة وجزنا احنا تانيت جانبا وفعندنا لعبين وهم تانيت عندهم لعبين بصح جزوا جانبا ماشي أفضل بطولة اللي فاتت على منتخب مصر أنا أظن باللي المسؤولية راه متشاملة اللاعبين مستوى تحهم بداي نهار والمدرب غلط في الضوء في الضوء ميسا حفوزي هنا فتحت قوس لما نقوله على المديروش دوراء كبيرة لازم تعرف باللي لازم نعرفه باللي المنتخب الواحيد اللي فاز بكقوس إفريقيا في إفريقيا هما مصر يعني احنا ما عندناش الكولتور احنا لتونس تقافة احنا لتونس للمغرب للمنتخب لليبيا أيضا ما عندناش الكولتور لك بش نربحه في إفريقيا ولكن المنتخب الواحيد بحقق ولكن كان شيئا أهم هو يعني الكقوس اللي اخدوها والماجوريتي كانت بالناخب الوطني الوشحات الابهار أنا نهضرو والشيء المحير كيفاش المنتخب المصري هذي البطولي جوز هكذا هذي كرة طيب نتحدث عن الحملة التي تثار هناك وضجة التي تثار في مصر حول مستقبل روي فيطوريا كانت هناك تصريحات مثيرة للجدل من الناخب بز المصري السابق حسن شحات الذي انتقد روي فيطوريا تحدث عنه كحكيم يعني قال أنه روي فيطوريا يجب أن يغادل المتخب المصري بالطبع لما يتكلم أنا لما عندي احترام كبير حسن شحات هناك مطالب بعودة حاكم أمر صعب لا أمر صعب لأنه واحد كما شحاته أو رابح سعدان لما يتكلمه لازم الناس يسمعوا لهم لأن شحاته لما يتكلم خذت لتكؤوس إفريقية متتالية فهمت يعني مع مصر وفي إفريقيا يعني مشي في مصر يعني خارج خارج وهذا يعني عنده فضل كبير ولما يتكلم شخص كما هذا لازم الناس يسمعوا له لأنه لننا نشوفه يعني ناس لما ربحوا له في حياتهم يتكلموا وينتقدوا وما ربحوا له هذا لما ينتقد وينتقد من حقه من حقه لأنه حقق إنجازات حقق إنجازات ولا واحد في المنطقة العربية حققها لهذا يعني هو عنده كيفاش يقوله عنده كارت بلونش باش يتكلم عنده الشرعية لالحالي عنده الشرعية باش يتكلم لأنه للإنسان اللي يتكلم خالد الإنسان اللي يتكلم وهو فايز بألقاب من حقه يعني المشكل الناس اللي يتكلموا وما عندهم ولا لقب هذا هو الإشكال عنه حاكم حاب يقول لك ما أنت اللي عنده كما يقولك تاريخ وبصمع لك نتائج يقدر يتكلم والشحاته والناس تسمع أنا واحد كي يسمع الشحاته يتكلموا أنا نحب نزلنا نسمع نجم المصري أيضا زيدان يعني أحد نجوم جيل 2008-2010 في المتخب المصري هاجم هو الآخر يعني المدرب في فيتوريا قال بأن التغيير أصبح ضرورة ملحة في الاتحاد المصري لكورة القدم ولكن هناك حديث عن أن فسخ العقد قد يكون صعب نظر لقيمة قيمة العقد ويعني تعرف أن فسخ العقد قد يكلف الاتحاد المصري الكثير من الجانب المالي هل في رأيك سيتنازل الاتحاد الكورة في مصر ويبقى في فيتوريا لأسباب مالية أم أنه أنا أظن أظن الجماهير ولا ما حبتش فيتوريا يروح فيتوريا ويتفاهمه كما يقول لك يكون تفاهم بين الطرفين ويجيبوا مدرب آخر وهذه تصرف على البلدان هذه في إفريقيا ولا في المغرب تصرى هذا المشاكل تصرى ولا مدرب ما يحبوش الجماهير يستقام لك وش يستقام يروح يروح حكيم في رأيك هل سيبقى ميرحل قبل أن تحدث عن البدائل نشاطر رأي فوزي نظر باللي ما يقدرش يعني روي فيتوريا ما يقدرش يكمل يدرب المنتخب المصري بالضغوطات وغضب الجماهير نظر باللي يكون في حل يعني بين الاتحاد والناخبة روي فيتوريا نتحدث عن البدائل المحتملة هناك حملة في مصر أيضا تسعى لنقوله شفرد ولكن هناك حسام حسن حسام حسن نجم الهدف السابق لمنتخب المصري الكل يتحدث على أنه البروفايل المناسب خاصة وأنه أكبر إنجازات للقرى المصرية كانت مع مدربين مصريين بداني الشحاتة الجوهري قبله يعني نحن وش راح نتكلموا هنا ولا حبو حسام حسن حسام حسن يجيبو حسام حسن نعرف فوزي أنه عقلته صعبة بصح هو ذلك الاتحاد المصري ولا الشعب ذلك يحبو حسام حسن ولكن ليس الشعب اللي يختار فوزي لا بصح هناك لجنة فنية هناك مديرية فنية هناك الاتحاد متقدرش تسمع للشعب شوف شوف كين حاجة ولا شفت آسم خرج كتسمع آسم خرج في البلاطوات يعني هناك حملة تزكية تقريبا تزكية يقدر يزكي وهو يقدر يكون مدرب بالمتخص المصري وشفت أيضا فوزي تكلموا على يعني تكلموا أيضا على إيرفيريونار يعني في بعض البلاطوهات ضايد أيضا ما تروح ضايدة لولوزيج كيروش قالوا ليهم مبودهم أيضا يعني كيروش كان عندهم هناك حديث عن إمكانية العودة لأنه كيروش ما ننسوش أنه وصل إلى النهائي معهم وقصيها بصعوبة أمام المنتخب السينيغالي في تصفية كأس العالم يعني خل بصمة محترمة جدا محترمة صاحبك ما تخلوا عنه وذا تعود تجيبوه عادي يا الحملة فوزي الحملة كما قال خالدي على حسام حسن ظن باللي أغلبية يعني أغلبية الناس في مصر تتمنى باللي حسام حسن كما قلت خالدي يعني هم عندهم العقلية تعل الإنجازات اللي داروها المنتخب المصري كلها مع المصريين وهذا الشي اللي رأي يحفز فيهم ورأي محبين يعودوا يعني ياخدوا مدرب وطني محلي لقيادة المنتخب المصري لكن ما لا ترى بأنه تواجد عدة لعبين محترفين على غير العادة يعني زمان أغلب لعبين المنتخب المصري اللعبوا في الزمال لكل أهلي متعودين على أجواء إفريقيا الآن هناك عدة محترفين في تركيبة المنتخب المصري ألا ترى بأنه يحدث له نفس الشيء الذي يحدث لتونس مثلا الجزائر والمغرب يعني تعتمد أكثر ليه هما يعني الشيء اللي ماشي النفس ماشي نفس الشيء لأنهما لاعبين يروحون من مصر ينشطوا في المنتخب ينشطوا في النوادي تحهم يعني في الأهلي ولا الزمال ثم يغادروا للاحتراف يعني عكس اللاعبين اللي يجيبوهم يعني من المغرب العربي يعني اللاعبين اللي يلعبوا مكونين هناك مكونين في أوروبا ويجوهم للمنتخب هذا عكس اللاعبين أغلبية مكونين في مصر يمشي وينشطوا في البطولات الأوروبية ثم يرجعوا للمنتخب لكن حكيم عبما لم يتمغسوا كثيرا يعني معنهم ليس خبرة كبيرة مثلا مع نوادي الأهلي يعني ما طولوش في النوادي المصرية لما نقولوها يعني لما يحترفوا يروحوا في سن صغيرة تقريبا يروحوا صلاح 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 مكون في مصر ولكن أداءه متواضع بالدليل لأنه مدادة ومتواضع بالمتخب أنا أهضمنا على أحسن لعب لراه في بطولة إنجليزية محمد صلاح مكون في مصر وراح لسويسا لكن قصد يفوزي أنه ملعبش كثير في مصر احترفه هو في سن صغيرة صح الأخرين الأخرين تانيت ولكن يعني تكوين تاعوه كان في مصر يعني تكوين تاعوه كان في مصر هذا هو يعني اختلاف لا مع الأكبر لا مع الأكبر بالطبع ولكن لو أعلم في بورسعيد هذا هو الاختلاف دي كان بين اللاعبين اللي تكلمت عليهم لنشطه في المنتخبات التونسية والجزائرية والمغربية مع اللاعبين يلعبوا في المنتخب ومعندهم مش بزاف يلعبوا في الاحتراف عندهم ثلاثة يعني على عكس الأجيال سابقة فوزي عكسه مثلا جيل 2010 كان هناك فقط محمد زيدان هو المحترف والنجم الأول في المنتخب ومقبل كان ميدو وفي المنتخب المصري ما كانش يعني في مستوى كبير ما كانش مستوى كبير طيب مرتاحين مرتاحين لا يبين في مصر مرتاحين خاصة للعبوا في الأهل والزملك مرتاحين ما يصحقوش ولكن هناك طموح الرياضي فوزي لما تلعب في ناتي أوروبي أكيد الأمر مغرين طموح أكبر أكيد طيب نتحدث إذن في كسؤال أخير الحكيم عن البديل المحتمل لرويفيطوريا إذن في رأيك توقع على الأقل هل سيلجأ الاتحاد المصري إلى ورقة محلية أنه سيواصل البحث في المدرسة البرتغالية كما قلت من بوابة ربما برتغالية من بوابة كيروش ربما لا ننظن على حساب يعني الضغط اللي رأى موجود في الشارع في الشارع المصري نظن راح راح يمشي الحسام حسن وكل شيء سيتضح يوم الأحد بمناسبة اجتماع اتحاد الكرة هناك في مصر هذا يقود هنا الحديث أيضا عن تونس في نفس الوضعية تقريبا هناك بحث من الجانب التونسي عن مدرب جديد بعد فشل جلال القادري وقبله منذر الكبير هناك حديث عن عدة أسماء قد تتولى تدريب تونس يعني أبرزها ضئيضة للوزيج وعدة مدربين يعني المتخبات المقصات الآن في رحلة البحث عن مدرب في كل مرة يعطونا الانطباع هذه المشكلة تعال تعال المغاربة كما يقول يكون ما يكونش نتائج نحصله كلش في المدرب ولكن تركيب البشرية على المنتخبات لازم تاني يكونوا لعبين عندهم مستوى ويكون عندك مدرب مع الطاقم دياله يكونوا عندهم خبرة باش يكونوا عائلة باش تقدر تدير نتائج حاكم هناك مدرب مرشح لتدريب تونس لهو طبعا المدرب أمير عبدو الذي تألق مع جزء القمر مع موريطانيا بتعداد متواضع في كلا المنتخبين ولكن يصنع نتائج يقال عنه أنه مدرب مميز تاكتيكيا هل في رأيك يمكن أن ينجح في ظروف مغيرة يعني متطلبات في منتخب مثل تونس ليست والضغوطة أيضا كبيرة في منتخب تونس من مقارنة بموريطانيا وجزء القمر لا خالد لازم تعرف لازم نقوله شيء مهم هو أن الجامعة التونسية عندها مشكل كبير لأنه كما تعرف الرئيس ما عندهم مش رئيس أنا سمعت ممي تكلموا على طريق دياب يعني مرشح باش يكون رئيس الجامعة التونسية أما بما يخص الناخب نظر باللي عندهم وقت باش يخيروا كما المشكل تعانى أيضا نحن تاني ولكن تونس تشارك في تصفيات المونديال أكيد مطالبة به إيجاد مدرب بالطبع يعني هما مطالبين يعني ولكن الاختيار رح يكون رح يكون صعيب لأنه مش سهل كما قالك فوزي نجيب المناخب وطني يعني مشكل ينحلوا هذا ما هو يعني ما أنت أحنا يا هادة أموريطان يربحنا نجيبه نسقمه لا أكيد المشكلة ليس فقط في المدرب ولكن كأسهم من أفريقيا طاحت بعدة مدربين وهذه طبعا سنة كرة القدم مشاهدين بهذا نكون قد وصلنا لختم هذا العدد من برنامج كان 24 الشكر الموصول لمحللي قناة التزالي الدولية فوزي موسوني شكرا ززيلا مشاهدين على حسن الإصلاعي والمتابعة السلام عليكم قد ما لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس الرعي الرسمي منتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم موبيليس معا نصنع المستقبل